كشفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هنس بلاس خارت عن وجود خارطة طريق أممية سيتم عرضها على مجلس الأمن لخلق عراق آمن ومستقر وقالت إنه تم إعداد خارطة طريق أممية للحل بالمشاركة مع العراقيين وستعرض على مجلس الأمن وأعربت بلاس خارت عن أملها في أن يتم تأييد الخطة من قبل دول العالم